اشتركوا في القناة رئيس حزب الوسط الإسلامي السوداني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حياك الله دكتور يوسف عليكم السلام ورحمة الله دكتور يوسف سأبدأ من حيث تصريحك لجريدة الأخبار السودانية في العاشر من فبراير في عام 2010 الذي أشرت فيه إلى أنك انسحبت من الترشح للرئاسة في انتخابات الرئاسة في السودان بمحض إرادتك وقلت أن سبب انسحابك هو الفساد الذي تشتم رائحته من ثنايا قانون الانتخابات واستغلال المفوضية له وأشرت إلى أن من أسباب الانسحاب عدم التناسب بين المدر المحددة للترشح وبين المعلومات والمطلوبات وغيرها من عراقيل نعم هل تعتبر أن الانتخابات الرئاسية في السودان يعني تحفها شبهة الفساد كما أشرت؟ نعم نحن انسحبنا من الانتخابات الرئاسية ومن الانتخابات على كافة المستويات الأخرى حزب السر واصل الإسلامي وعلننا ذلك على الصحف من خلال مؤتمر صحفي أنا أقول أن الفساد في الانتخابات الحالية الآن التي ستجرى اجرى الاقتراع فيها في أبريل الحالي القادم لم يبدأ الفساد فيها يعني بعد أن دخل الناس وسجلوا أسماءهم وإنما في تقديري أن الفساد بدأ منذ سنين وهذا الأمر يعني لا يعرفه الكثير كيف يعني كيف بدأ انتخابات رئاسية وشلون بدأ الفساد فيها من سنين؟ نعم إذا كان الفساد هو لا يعني فقط أن يصوت فلان في مكان فلان أو علان في مكان العلان وله صور عديدة يمكن أن تبدأ منذ فترة أقول أن الفساد قد بدأ منذ فترة كيف؟ نحن منذ أن أنشأنا الحزب قبل أربع سنوات نرى أن لنا حق من الحقوق أن نعلن عن أهدافنا وعن برامجنا في أجهزة الإعلام القومية الرسمية لكن للأسف الشديد لم تتح لنا الفرصة ولم يوافق المسؤولون رغم الطلب الكثير على أجهزة الإعلام خاصة تلفزيون السدان منعوكم من إعلان مناشطكم السياسية في تلفزيون الرسمي نعم لم يوافقوا أبدا حتى الآن أذكر أنه قبل إعلاننا للإنسحاب أظن أنهم سمعوا بذلك فاتصلوا في عشية الإنسحاب اليوم الثاني من الإنسحاب قالوا لي اخترناك أنت وفلان وفلان لتحدثوا عن الانتقابات ترجمة نانسي قنقر